ورجعنا لكم مع الجهود الجبارة اللي مقدمتها وزارة التعليم اليوم هنتكلم عن هذه الموضع بشكل متفرق عن اهتمام وزارة التعليم بشتى المجالات وأيضا اليوم هنتكلم تحديدا عن اهتمامهم ببرامج دمج الطلاب التعليم الفكري اليوم بالمراحل الثانوية تحديدا اليوم ضيفنا في الاستوديو الأستاذ مرزوق الاعتابي المشرف برنامج الدمج ياهلا وسهلا فيك معاكم ياهلا وسهلا ياهلا وسهلا يعني ما شاء الله جهود جبارة في المملكة في شتى الأصعدة ولكن التعليم هذه السنة حسنين أنه فيه جهود قوية منصبة في جميع المجالات اهتمامهم بالطلاب بصحة الطلاب البدنية والفكرية وخلافة ولكن فئة أطفالنا أو طلابنا اللي عندهم مشاكل فكرية اهتمامهم بدمج هؤلاء الطلاب قد ايش هذه المشروع مشروع جبار وقد ايش لكم دور بانكم تهتموا بهذه الفئة من الأطفال لحبين نعرف ايش اهدافكم وايش الخطة اللي قدمتوها لهذا العام طبعا البرامج هو برنامج تأهيلي برامج دمج في المدارس العادية يبدأ بالمرحلة ابتدائي بعدين المتوسط الثنوي يطلق عليه البرنامج التربوي التأهيلي لتهيئة الأبناء المعاقين ذو الإعاقة الفكرية تأهيلهم مهنيا وتربويا وتهيئتهم لسوق العمل تهيئتهم وتجهيزهم لسوق العمل يعني يمكن سابقا كنا نعاني من مشكلة انه اللي عنده طفل محتاج مساعدة سمعية أو فكرية أو حتى إعاقة جسدية انه هذا إنسان يعتبر عالى على المجتمع ولكن ما شاء الله تبارك الله بجهودكم بدأت هذه الأمور تختلف وتتغير حابين نعرف منك إيش هي الخطة اللي أنتم قدمينها يعني هل مثلا تجمجوهم بالمدارس العادية أو مثلا تدخلوهم يمكن بالمعاهد المهنية كيف طريقة الدمج؟ الدمج طبعا هو من أهم أهداف الدمج إن المجتمع يتقبل الإعاقة يعني في فترة من فترات قبل الدمج كان الشخص يعني يصير عنده انطباع سلبي عن المعاق حتى نظرة المجتمع له نظرة سلبية فلما يندمج معه من الابتدائي والمتوسط بالعكس يكونون علاقات صداقة يتقبلها يساعدها يبحثون عن بعض يسألون عن بعض يحتوون بعض فالدمج يبدأ عندنا من المرحلة الابتدائية يدمجون في فصول خاصة داخل المدارس العادية لكن يدمجون في حصص الرياضة في الطابر الصباحي في الأنشطة المدرسية في بعض الإعاقات يدمجون في حصص تعليم عام يؤخذ الطالب نفسه ويدمج في فصل التعليم العام على حسب إعاقته وعلى حسب القدرة طبعا عندنا التربية الخاصة نختلف عن التعليم العام لكل طالب خطة خاصة تربوية على حسب حالة على حسب حالة وعلى حسب إمكانياته وعلى حسب قدراته تختلف منها الزميلة في الصف طيب هذه الجهود قد إيش تحتاج إلى عمل شاق وقد إيش تحتاج إلى وجود أشخاص معنيين عندهم القدرة على أنهم يتعاملوا مع هذه الحالة وكم أعداد الطلاب إذا كان عندكم إحصائيات التي قدرتوا أنكم تخطوا مراحل الدمج معاهم وصاروا أفراد فعالين بالمجتمع طبعا أتكلم لك عن الرياض عندنا 13 برنامج تربوي تأهيلي المرحلة الثانوية موزعة لأحياء الرياض فيها تقريبا 527 طالب من طلاب التربية الفكرية عندهم في الصف الثالث الثانوي الفصل الدراسي الثاني خطة الوزارة إجباري لهم ثلاث أيام تدريب ميداني يدخلوا المدارس تدريب ميداني في شركات قطاع العمل انتهينا من التدريس الآن بدأوا يدخلوا في قطاع العمل طبعا الوزارة إدارة تعليم الرياض مشكورة متعاقدة مع شركة بنده لمدة ثلاث سنوات التدريبهم على بيئة سوق العمل كان لنا تجربة سابقة مع شركة هرفي بشكل خاص دربنا ووظفنا عندهم ما يزيد على ستين هم الحين لهم أربع سنوات منهم اللي صار مدير فرع منهم اللي صار كاشير منهم اللي كمل حياته وتزوج وشربه سيارة وصار يعني بدل ما هم تلقي خدمة صار منتج صار يصرف على زوجته صار يصرف على والدته صار يصرف على أهله هم الإعاقات المختلفة تحتاج منا حاجتين اللي هي ثقة قدراتهم ويعطاهم الفرصة للمشاركة والمعاونة يمكن في بعض المواقف يحتاجوا إلى المساعدة حتى يمكن الدعم المعنوي يمكن هم طبعا أصحاب قلوب بيضة ويحتاجون مننا تعزيز ثقتهم بأنفسهم ومساعدتهم للوصول إلى الاستقلال وتنمية المهارات العناية بالذات والاجتماعية والتواصل مع العاديين يعني من ضمن اللي وظفناهم قبل أربع سنوات صاروا الحين موظفين الشركة لا يعرفون أنهم احتياجات خاصة من كثير ما اندمجوا في المجتمع وصاروا عندهم ثقة بالنفس صاروا يعني يرفضون كلمة تربية خاصة صحيح يعني هذه جهود جبارة نحن نعرف أن كل شخص يحتاج إلى العديد من التخصصات إن كان فكرية ولا جسدية ولا حتى معنوية ودعم نفسي يعني كل طفل أو كل نتكلم بالمراحل الابتدائية يحتاج إلى مهارات معينة أنتوا بخطة الدمج اللي تقدموها هل توفروهم بصفوف أو بمدارس تستطيع أن تعتني بهم بحالة فردية يعني مثلا وجود طالب دمج في مدرسة عادية هل المدرس مؤهل أنه يكون قادر على أنه يقوم بواجبه اتجاه هذا الطفل؟ طبعا نحن مهما عملنا مقصرين في حقهم لأنهم يحتاجون أكثر ويحتاجون تضافر جهود الوزارات كلها يعني ليس وزارة التعليم وزارة التعليم وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية العمل فكل طالب عندنا سواء المرحلة الابتدائية يكون مع معلم مختص بالإعاقة متابع مع الحالته ويكون مع أخصائي نفسي في كل المدرسة أخصائي نفسي للجانب النفسية والسلوكية والأشياء هذه صحي جهود واضحة وجهود جبارة ولكن نحن نعرف أنه كل عمل له نهاية ولو يعني في النهاية يعني على يقولوا بذرة نجاح فبذرة نجاحكم أنتوا لهؤلاء الطلاب أنهم يندمجوا بالمجتمع أنهم يصيروا فعالين مثل ما ذكرت بعض الأمثلة بس هل عندكم متابعة لحالاتهم فيما بعد؟ يعني مثلا حتى لو تخطى مرحلة ووصلوا أصبح إنسان فعال ومنتج وكل شيء هل تابعونهم؟ هل يحتاجوا إلى تواصل بينكم وبينهم؟ طبعا المتابعة مهمة جدا بعد ما يتخرجون من الثنوي يفتقدوا هم المتابعة ومتابعة المعلمين ومتابعة المختصين في التعليم تعني لهم شيء كثير لا من ناحية اجتماعية ولا من ناحية نفسية فحنا متواصلين معهم بالعكس يعني صاروا أصبح بالزملاء والأصدقاء نحضر مناسباتهم نطلع حنويهم أشياء خاصة طبعا هذه تختلف من شخص لشخص بجهود فردية على الجانب الشخصي أنا ومجموعة من الزملاء يعني لنا اهتمام بتوظيف المعاقين سوينا مؤسسة غير ربحية اسمها سعي الهمم لتوظيف ذوي الإعاقة تصير نقطة توصل بين المعاق وبين الشركات لأن أغلب الشركات ما عندهم ثقة بقدرات المعاق أنها قادر يعمل لكن لما يجربوا المعاق هو أفضل من السوي كانتظام وكحضور وكأداء وكحب للمهنة فهدفنا إن شاء الله إحنا وظفنا أعداد بسيطة بجهود فردية لكن هدفنا في المؤسسة هذه أن نوظف إن شاء الله خلال العام الجديد هذا أكثر من 200 موعة في البيض طبعا وإن شاء الله أنها تتعمم التجربة وتكون لعلى مدن المملكة عندنا في المؤسسة هذه عدة لجان لجان المتابعة لأنه يحتاج متابعة في الوظيفة المدة أقل شي سنة لأن بعض المشاكل البسيطة التي قد تعترضها في الوظيفة الممكن للشخص الطبيعي هو يمكن أي صحيح لجنة للدعم الأسري بعض الأسر تحتاج تعطيها ثقة بقدرات ابنها ما عندها الكفاية الذاتية مع أنهم الأسر يعني جدا متعاونين من وجدا يعني متقبلين سعيدين أنه أنتم قادرين أنكم تدمجوا أولادهم في المجتمع بشكل طبيعي وعندنا اللجان قانونية ولجان نفسية ولجان تربوية هدفنا بس في المؤسسة أن الشخص المعاطب بعد أن يخلص تعليمه يلقى له وظيفة وبيئة مناسبة تساعده يعطيه ثقة في النفس ويصير بدلا هو متلقي الخدمة فرد منتج في المجتمع يعني هي مجرد انتقاله من هذه المرحلة الأولى إلى الثانية فيها جهود كبيرة ووجوده كمنتج بدل ما يكون هو عالى يمكن هذه الكلمة قوية ولكن هي فعلا يكون عالى على المجتمع لأنه تحتاج الدولة أن تصرف عليه وأهله كذلك فتغير جذري من هنا إلى هناك ولكن اللي حب أستفسر عنه أكثر هل فعلا وجود الشخص أو الأطفال أو الطلاب تحولهم من مراحل الدمج إلى إنسان فعال في المجتمع وجوده في العمل يعوض عن وجود موظفين بالنسبة لتعدادهم كموظفين سعوديين لأنه إحنا هذه النقطة دايما نواجهها ونعرف أنه في بعض الشركات تستغل هذه النقطة الأمانة هو وزارة العامل والجميع المجتمعية ما قصرت مشكورة حسبت المعاقد تقريبا بأربع موظفين سعوديين وعطتهم هذا ليشجع المعاقدة أجبرتهم بعد على عدد معين أنه يكون من المعاقين متوفر لكن في شركات يعني ترغب بعمل المعاقب وتعطيه الحافظ والثقة بالنفس شركات سعودية مقدرة للإنتاجة وفي شركات عندها تخوف من المعاقب وأنه يندمج في المجتمع مع العلم أن الدول الأوروبية يعني استفادوا كثير من تجارب توظيف المعاقين وأنهم ناس منتجين وأصبحوا ناجحين بالعكس يعني قدرتهم على العمل أكثر من قدرة الأسوية صحيح طبعا نتكلم على هذا الموضوع بشكل عام يعني ينطبق على البنات وعلى الأولاد هل في أيضا نفس تعداد الأشخاص أو الجمعيات التي تأهل أيضا الفتيات إلى الدمج عندنا في المؤسسة هذه طبعا اهتمام بالبنات أكثر وعندنا في وزارة التعليم بعد ما تخلص الطالبة مرحلة الثانوي اللي نفسها برنامج تربوي تأهيلي تتلقى فيه الأشياء المهنية تقدر تروح المركز التأهيل الشامل يعطونها الدورة مدة سنتين مكافأة 800 ريال يدربوها على معدة مهن وتختار المهن اللي تبغاه وتبدع فيها نهاية السنتين وتعطى شهادة هذا التدريب وهذه الجدولة المناهج بين أنهم يدخلوا المدارس وبعدين التدريب المهني والمتابعة وهذا كله ما علي تكلفة هل يحتاجوا أن يكون في عندهم مصروف هل يحتاجوا أن يكونوا منتجين في أوقات عمل معينة حتى يغطوا تكاليف هذه الأشياء أو لا توفرها مجانا يعني وزارة التعليم من وزارة العمل والاجتماعي متوفرها مجانا لا تدريسهم ولا تأهنهم مهنية لكن الباقي على القطاع الخاص نحن نرغب من القطاع الخاص أن يحتوي المعاقين ويساعدهم على أنهم يكونوا فعلا منتجين في المجتمع هل في مجالات عمل معينة تفضلوا أن يكون فيها الشخص أو الفتاة أو الشاب اللي يحتاجوا إلى الدمج وفي مجالات عمل تبتعدوا عنها نحن في الغالب على حسب الإعاقة يعني فيه أنواع ممكن نبتعد عن المجالات الخاطرة وفيه أنواع لا عادي يعني زي ما قلت لك نحن وظفنا واحد شافوه ممتاز صار كاشير شوي صار مدير فرع وهذه مسؤولية عليك شخص حتى يعاني من مشكلة فكرية جدا المعاقين ما تقدر تسترحكم على الجميع تختلف يعني الإعاقات تختلف هذا بس هم قادرين على العمل في كل مكان وقادرين على الإثبات وجودهم قادرين على صنع بصمة لهم في الشركات طيب يعني أنتوا كأشخاص تتعاملوا مع هذه الفئة نحن نعرف أن الفتيات والشباب فيهم طاقة إيجابية كبيرة ونعرف قد إيش الأشخاص اللي يتعاملوا معاهم يأخذوا من هذه الطاقة قد إيش تحولوا من أشخاص يعني عالى على المجتمع أو أشخاص ما نقدر نساعدهم إلى أشخاص منتجين هذا الشي هل خلى هذه الفئة الناجحة أنها تكون معاونة لفئة أخرى يعني الشخص اللي يتعدى المرحلة وصار إنسان يعني مندمج في المجتمع هل هو يساعدكم في دمج بعض زملائه؟ جدا نعم سبق لنا تجربة صرنا طلاب اللي وظفناهم في أحد السنوات يدربوا إعاقات ثانية من زملائهم للتوظيف ونجحت يعني أنتوا عندكم المصدقية أن تعطوهم المسؤولية على أنهم يقدروا يساعدوا أشقاءهم في هذا المجال جدا يقدروا يساعدوا أصدقائهم ويعني تصير قصص نجاح ملهمة لأصدقائهم وأسرهم ولمجتمع والشركات الثانية أن المعاق قادر على العذر وقادر على الإنتاج لأن البعض زي ما قلت لك ما مو بواضحة الصورة عنده صحيح وهذا الكلام ينطبق على النطاقين يعني على الفتيات الشباب على الفتيات والشباب يمكن حسب ما أنا سمعت أن الفتيات معطائين أكثر يعني في المجال الفتيات معطائين أكثر لأنهم يقدروا يساعدوا زميلاتهم أكثر صحيح ويحتاجوا أكثر لأنهم الفتيات بعد التخرج يعني ممكن الشاب يطلع مع زملاء حتى لو ما لقى وظيفة يطلع للمسجد يطلع الأماكن للفتاة بتجلس في البيت فتحتاج الوظيفة أكثر من الشاب وأن توفروا لهم هذه الوظائف وتعطوهم الثقة والمصداقية ونحاول نبحث عن بيئة مناسبة مو بشرط أي وظيفة لكن أهم شيء البيئة المناسبة أنه يقدر يعمل فيها ويقدر يكون فرد منتج صحيح طيب نصيحة تقدمها لهؤلاء الفتيات والشباب إذا كانوا يتابعونها أو حتى الأهالي اللي عندهم أطفال يمكن في سن يحتاجوا إلى الدمج يحتاجوا إلى المعونة إيش تقدم لهم نصيحة؟ بالنسبة للشباب والبنات أقول بإذن الله كلنا ثقة فيهم كلنا أمل ولهم في الرؤية إن شاء الله مكان صحيح قادرين على إثبات وجودهم والدولة يعني ما قصرت وما رح تقصر إن شاء الله في إعطاهم حقوقهم بالنسبة للأهالي أقول ثقوا في قدرة أبنائكم نحس بمعاناتكم لكن إن شاء الله دائما القادم أفضل وإن شاء الله بيكون لهم مكان في كل مكان بإذن الله تعالى أكيد نشكرك ونشكر وجودك معنا أستاذ مرزوق العتيبي مشرف الدمج جهود واضحة وجهود جبارة وفعلا يمكن إحنا حتى في برنامجنا مر علينا العديد من القصص النجاح من فتيات وشباب يعانوا من مشاكل فكرية أو إعاقات جسدية ويمكن يحتاجوا فقط إلى الثقة والدعم بإذن الله أنه إن شاء الله ونجيب لكم إن شاء الله في الأستوديو هنا من قصص النجاح إن شاء الله إن شاء الله يمكن نحتاج أنه نرتب حلقة فيها أحد هذه القصص لأنه غير لما تسمع القصة في التلفزيون غير لما نشوف الشخص بالعفوية وبالإحساس وبالمشاعر اللي هو قادي تكلم فيها عن خطة نجاحه شكرا لك وشكرا لكل المتابعين اللي تابعوا فقراتنا وشكرا لكل الجهود المقدمة في هذه الفئة فئة الإعاقة الفكرية وحتى كل الإعاقات أعزائي المشاهدين هل نروح لفاصل قصير ونرجع لكم